ده سؤال ليه ما بتعملشي ليه في كل أعمالك معد حلمي مثلا في فيلم من الأفلام وهند صبري برضو بس قدمتها بشكل مختلف ليه ما بتعملش الفيلم النجم الفيلم اللي فيه نجم كبير والله نفسي يعني بالعكس أنا على طول الوقت في نجوم كتير نفسي أشتغل معهم وحاولت أشتغل معهم ما حلفنيش الحظ أنها تحصل أنه نلاقي مشروع مشترك نشتغل إيه سوا بس أنا على طول بأسعى لده يعني على طول بأسعى أن أنا أشتغل مع نجوم يعني كذا مرة كنت بأتكلم مع عمري يوسف في حاجة مع آسر مع نجوم تانين كتير لسه ما حصلتش بس أنا نفسي إن ده يحصل لأ أنا شايف أن في تجارب سينمائية مهمة جدا فاد الأفلام دي وجود نجوم فيها يعني أستاذ داود شغله مع أستاذ أحمد زاكي قد إيه فرق مع زي صلاحة بوسيف كل أفلام كمال الشيخ الزيف شغله مع فاتن حمامة فرق في أفلامه جدا فأنا نفسي كمان نلاقي مكان ما بين المخرج المهم مع النجم المهم يعملوا أفلام مهمة مع بعض وده الحمد لله بدأ يحصل في السينما المصرية يعني كان فيه موسم الداني أمل كبير جدا في السينما المصرية في الكم سنة اللي فاته موسم نزل فيه خمس أفلام كلهم أساني مخرجين مهمين مع النجوم كبار والأفلام دي كانت أكتر أفلام جايت فيه في تاريخ مصر وده يدول إن السينما محتاجة المخرج ومحتاجة الممثل مش محتاج ممثل يبقى مسيطر على المشروع لدرجة أنه مش عايز مخرج مهم ولا محتاجة مخرج مهم يبقى بيعمل فيلم بدون نجوم خالص فيبقى عنده مخاطرة أنه ما يتشافش فأنا نفسي بصراحة ده يحصل حتى أنت من مدرسة مين يعني داود عبدالسيد مثلا ولا مين تحب السينما مين أنا عارفة أنك كتبت مثلا على الأستاذ داود أنا أستاذ داود طبعا من الناس اللي أثرت في حياتي جدا يمكن أنا قابلته في حياته ثلاث مرات في الثلاث مرات الدنيا ثلاث نصايح من أهم النصايح في حياتي أول نصيحة إلهايلي قال لي الفيلم النجح وراء صنعة وراء صنعة أنه يتوزع صح وأنه يتسوق صح وأنه يبقى فيه نجم وأنه يبقى فيه فقال لي أنت عمل الفيلم الصح اللي أنت حشايفه واللي أنت حبه ونجح ما نجحش دي مش بتاعتك لوحدك ومش بتاعت الفيلم لوحده فيه وراءها منظومة كبيرة تنجحه أو تفشل وقال لي أهم حاجة أنك ما تبقاش سواء تكس يعني الجملة دي ما نسهاش قال لي أهم حاجة أنك ما تبقاش سايق عربية الناس تقولك تمشي مين تمشي شمال أنت سواء قطر أنت قطر ماشي ويحلل الانتجاه اللي أنت عايز تروح فيه اللي عايز يركب معاك يركب بس أنت ما تبقاش سواء تكس والجملة دي يمكن فضلت معلقة في ودني ما بنسهاش بس أستاذ داود من الناس القصائط فيه أستاذ كبال الشيخ من المخييني بحبهم جدا جدا في تاريخ مصر عاطف السالم ليه أفلام مهمة جدا فأنا متأثر بحاجات مش شبه بعضة قوي يعني وطبعا من الموجودين دلوقتي أستاذ طبعا عريان الشيف عرفها الاثنين مؤسسات مش مجرد مخرجين الاثنين عارفوا يعملوا منظومة كاملة إنتاجية إخراجية تخليهم عندهم مشروع متكامل وهما الاثنين دول يمكن دلوقتي من الناس اللي واحد لازم يقص عليهم ويتعلم منهم هم المواطن وده دي فلسفة داود عبد السيد هل دي برضو ممكن تبقى فلسفتك يعني ممكن تفكر في هم المواطن ولا أنت بتخرج من القيود احنا عندنا مليون قيود قيود مجتمعية قيود رقابية رسمية قيود في قيود كتيرة جدا على الكتابة وعلى طريقة التفكير فأنا بحس إنه جيلكوا كله بيهرب من القيود لموراق الطبيعة أو لأفكار خيالية حتى التانيين يعني فيه الآخرين بيهربوا بالأكشن يعني فكرة إنك تكون لك علاقة بالواقع وبهم المواطن مش قادر عليها ولا مش عايز تعملها ولا مش عارف تعملها هي غصبة عني لو هتكلم عن نفسي هي غصبة عني جواي أنا جواي هموم معينة وساعات ببقى نفسي ما تبقاش جواي على فكرة والأسهل والأكثر يعني نفعاً لمستقبلي إن أنا ما ببقاش عندي الهموم دي وأشتغل للنجاح فقط بس الغصبة عني الواحد جواه الهموم دي وبصراحة أنا أكتر فنان بحترمه مش الأشتر واحد أو بيعمل أحلى فيلم بس اللي بحترم همه ده إنه عنده حاجة عايز يقولها أنا فكر أول ما بدأت تخرج أول منتج قاد معا في حياتي قال لي أنا همضي معاك وانت عائل صغير عشان سبب واحد بس انت عندك فويس فويس دي يعني صوت بس يعني انت عندك شيء جديد تقوله فمن ساعة أحسن درس مالي في الحياة إن أنا عندي تجربة إنسانية معينة عندي حاجة معينة هميني على فكرة فيه موخيجين كتير جدا وكتاب سيناريا كتير جدا ممكن يقشطار بس أنا شايف وسهل أشوف إنه عندهمش أهم وفيه ناس ممكن يبوش بنفس الشطارة بس عندهم هم وعندهم موضوع مين من جيلك من جيلك جيلك انت تلاتينات فمين من جيلك حاسس إنه برضو عنده نفس الهم وعنده نفس الفكرة لا كتير الجيل ده على فكرة بعيدا عن نظرتنا أو نظرة المجتمعية اللي مش عظيمة للسينما بس إحنا عندنا جيل زهبي جيل وصل لأهم مهارجنات في العالم في آخر عشر سنين حقق حقق كتير قوي عالميا للسينما المصرية زي مين زي محمد دياب خالد دياب أحمد عبدالله آيتن أمين عمر الزهيري لا أشيف بنداري فيه أسام كتير دول في النحية دي النحية اللي عارف التمثل مصر عالميا بشكل كويس وداخليا عندنا مخرجين عارفين يعملوا أفلام بجودة مرعبة يعني لنفسه برا يعني عندنا مروان حامد أحمد علاء مش عايزة أنسى حد طبعا بس يعني كاملة أبو ذكري سندرا نشأت عندنا مخرجين بجد الناس دي لو راحت هوليوود هتبقى أحسن من 90 فيما مخرجين لهناك هم عندهم حرفة قوية جدا جدا وبيعافوا أعملوا أفلامهم برضو غاربت مساء خارجه